اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين شاكرين الذاكرين وصلاة وسلام على الصادق المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله يا رب العالمين وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا وإياكم ونردنا الى دينه ردا جميلا حسنا ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون عسنا وان يرزقنا وإياكم الاخلاصة في القول والعمل ان ربي على ما شاء قدير عن عمران بن الحسين الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن صدقت يا سيد يا رسول الله هذا الحديث متفق عليه فيما اظن واوقن ان الحديث واضح المعالم خير القرون قرني هل هناك خير من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم هم اصدقوا الناس بعد رسول الله واوفى الناس بعد رسول الله واحب الناس الى الله بعد رسول الله وهم الذين اكرمهم رب العباد بصحبته صلى الله عليه وسلم فصحبوه فنصروا دعوته وقال المقداد ابن الاسود ابن الاسود يوم بدر ان لن نقول لك ما قالته ابن اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتل ان معكم مقاتلون كان الواحد منهم يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ان المال الذي يعطيه الصحابي للحبيب صلى الله وسلم ليخرجه في سبيل الله احب اليه من المال الذي يبقى له ولأولاده هذا الجيل الرباني العجيب الذي طبق المثالية الواقعية والواقعية المثالية الواحد منهم كما تعرفون كان يضع التمرة في فم اخيه يجد حلاوتها في فمه هو رأينا هذا الجيل الرباني القرآني عندما هاجر المهاجرون الى المدينة المنورة كان الواحد منهم يعرض على اخيه بيتا وبستانا وارضا ومالا ليقتسمه معه والذين تبوأوا الدار والايمان من قبل يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في انفسهم حاجة من ما اوت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة يا هؤلاء الذين تبوأوا الدار والايمان يعني قال فيهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما لم يرهم من حوله بعد ان وزع الغنائم غنائم حنين على المؤلفة قلوبهم قال لهم بعد ان انتحوا جانبا وسأل عنهم قال سوف تقولون جئتنا طريدا فاويناك ومكذبا فصدقناك وعائلا فاغنيناك ولو قلتم لصدقتم يا الله ولو قلتم لصدقتم فماذا قال انني اعطيت هؤلاء لعاعة من لعاعات الدنيا شيء يعني عرض زائد قطيع غنم او غير سبحان الله الا ترضون الا ترضون ان يعود الناس بالاسلام والغنائم وتعودون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم اكن مهاجرا لكنتم من الانصار ورحمة الله الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار حتى بكى القوم واخضلت نحاهم وسارع كل واحد منهم يقبل يدى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذروا اليه ورضوا برسول الله عليه الصلاة والسلام والمهاجرون كذلك الذين صبروا وجاهدوا وهاجروا الهجرتين الهجرة الى الحبشة ثم تركوا المال والديار والضياع والاموال والاهل وذهبوا محتسمين الامر لله ثم لرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب التي صارت مدينة منورة بوصول النبي صلى الله عليه وسلم اليها عندما استقبله اهلها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع يعني هذا هو الجيل العظيم هذا الجيل رب جيلا اخر الجيل التابعين خير القرون قرني ثم القرن الذي نالونهم فجاء سعيد بن المسيب وجاء الحسن البصري وجاء هذا الجيل الرباني الغريب والعجيب ايضا الذي سلك بستكى الصحابة واهتدى بهديه وجاء بعده جيل تالث وجيل تابع التابعين التي تتلمث على يد التابعين فرأينا عبدالله بن المبارك ورأينا ربما ابا حنيفة رضي الله عنه وهؤلاء العظماء الكبار الذين وضعوا في التاريخ علامات فارقة كان كل واحد منهم كنزا من العلم ونهرا من العلم وبحرا من العلم وبحرا من السلوك وفضلا من رب العبادة عز وجل كان فيهم العالم الذي يقاتل في سبيل الله والذي يعلم العلم والذي يتنقل في ارض الله عز وجل ليوزع الخير فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للقرون الثلاثة الاولى بالخيرية خير القرون القرن ثم القرن الذين يلونهم ثم القرن الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوما بعد هذه القرون الثلاثة قوم اخرين تماما غير هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون لم يطلب منهم احد شهادة لكن هو لو رأوا شرا لطاروا اليه زرافات ومحدانة يعني مثال يسأله المدير مثلا المؤسسة او الوزير او عن احد الزملاء ما رأيك فلان في فلان حتى نعطيه ترقية فلما يسلح كلمة ترقية لزميله او انه يعطيه حافز مادي او زيادة راتب يقول والله انا يا استاذ او يا معالي الوزير انا لا اريد ان اذكر احدا بالسوق غفر الله لنا وله بالله عليك يفهم المسؤول ايه والله انا لا احب ان اأتي بسيرة احد يعني ربني يهديه حاله لا حوله لا قوة الا بالله فالمستمع يظن في الرأي في الاخر شرا وهو ابليسه ان لم يكن هو ابليس نفسه يعني يعني يقول في نفسه انا لم اغتب انا بس لمحت انا عرضت ياخد تقل الله ياخد تقل الله كلمة طيبة خير من صدقة اتباعها قل لا والله ما شاء الله عليه موظف اذا كان يعني كذا كذا موظف جاد لا يحب الحال المايل يقول كلمة الصدق يعمل بجد لم اره مقصرا كذا يا اخي ارفع معناويات الرجل اما يعني رأيت منه هنا ما او انه لا يحييك التحية الخاصة او لا يأتي اليك كرئيسه في العمل اصبع لي كل يوم ويقول فيك قصيرة انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهنك او كواكب يا اخده منافق هذا يبيعك اول الناس والله المنافق ده يبيعك اول الناس خليك معه صديقك من صدقك لا من صدقك هو ليصدقك يعني يعني صدقك في القول امرك بالمعروف نهاك عن المنكر ابدأ اليك رحمه الله امرأة اهدى الينا عيوبنا الانسان كده لما يعني اشكر اعدائك الذين يعادونك ليه لان احيانا بعضهم يقول كلاما فيك يا سيدي فيه ستة اشياء خاطئة بما ولكن فيها صفة او اثنين صادقين فيما قالوا لك او قالوا عنك استفد من تسليط معايب الاعداء لك اما الحاسدون الذين يحسدونك فاعلم انك اذا ضربت من الخلف فاعلم انك في المقدمة اذا محدد يطعنك في ظهرك اعرف انك امامه وهو ما الذي جعله يطعنك في ظهرك لانك متفوق عليه وافضل منه وبفضل الله مقبول عنه وهو لا يستطيع ان يجاريك ولا يستطيع ان يواجهك وينما يطعنك من الخلف وحسبك الله نعم الوقيت بس ففي طائفة من الناس يشهد ولا يستشهد لا حد يشطلب منه شهادة لانه متطوع كده وبالذات في الشهادات التي لا تبرئ الناس لا في الشهادات التي تدين الناس يعني المتهم في الاسلام بريح تتثبت ايه ادانته لكن يبدو اننا نريد ان كل الناس متهمين الى ان تثبت براءتهم لا 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 هذا خطأ ففي ناس يأتون يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون يخونك في السر تقول الله يا فلان كذا كذا يروح فجأة تجد كل المبنى كل البناية كل العمارة كل المؤسسة كل الوزارة علمت من اين من هذا الذي يخون خائن في السر يخونك في في النظرة يخونك في الكلمة يخونك في النصيحة يخونك في المال يأخذ منك المال مقترض وهو لا ينوي سدادة من استدان دينا وهو لا ينوي سدادة فهو سارق ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني هكذا يعني انت ناوي تستدين من الناس ومن المصرف وأنت لا تريد سداده ربنا لا يعينك عليه على سدادة نمرة واحد نمرة دينا انت سارق لهذا المال لانك تدري انك لما تأخذ لن ترجع انت سارق من ادان دينا السدادة دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني لانه مش ناوي الصداق دينا دينا ركن من الاركان دينا ركن من الاركان الزواج الخيانة في المال الخيانة في العمل كثير من الناس نضعهم في نبوئهم اماكن وكراسي معينة ولكن يسرقون ويخنون الامانة ويخنون وتتدهور البصطحة والمؤسسة في زمنهم نسأل الله سلامة نحن نريد افذاذا نريد اتقياء انقياء يعملون بجد سبحان الله العظيم يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين رأت في موسى قوة ورأت فيه امانة امانة على العرض غض بصرة قال يا امت الله سيلي خلفي وقولي الى اليمين وإلى اليسار ثم بعده نجه قال اخذي حصن في يديك اذا اردت ان حرف ناحية اليمين القيلي حصن ناحية اليمين وناحية الشمال ان صوتك يلهين عن ذكر الله فوجدت امانة في السجن امانة على الحرماء ووجدت قوته الا بضعة عشر رجلا وسقى لهما ثم تولى الى الظل فرأت قوته فلما عادت الى ابيها يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين ولذلك نحن يجب ان نبحث عن هؤلاء الذين لا يخونون وانما يؤتمنون نحن نريد الامانة لا نريد الخيانة لا نريد ان نخون احدا ولا نحب ان يخوننا احدا الخيانة شيء صعب ولذلك نرى ان الدول تحكم على الجسوس بالخيانة العظمى طبعا لان من يخون الوطن يخون اسرار الوطن يكشف للوطن عن الوطن لأعدائه العورات والثغرات التي يستطيع العدو ان يدخل هذا انسان خائن للوطن خائن لله وللمسلمين اذا الانسان الذي يخون قطعة من الارض هذا خائن للوطن واسمه خائن الخيانة الكبرى الخيانة العظمى طب الله عليك من يخون خالق الارض والسماوات من يخون الذي ارسله خالق الارض والسماوات خانوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم خيانة الله بعدم تطبيق شرعه خيانة الله بعدم الاستقامة على طريقه خيانة الرسول بعدم تطبيق ما قال بعدم التوقف عما نهى تخونوا المؤمنين في الكلام وفي الافعال وفي الاعراض وتدخلوا سبحان الله تدخلوا الحزن على الناس هذه خيانات كبيرة خير القرون قرني ثم الذين يعلونهم ثم الذين يعلونهم ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون هناك صفات أخرى لهؤلاء سوف نكملها إن شاء الله ولكن بعد الفاصل كنوا معي حتى نكمل هذه العلامة الخطيرة من علامات الساعة التي يبينها لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم كنوا معين أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى وكنا نتحدث قبل الفاصل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يعلونهم ثم الذين يعلونهم ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وثم قال وينظرون ولا يؤفون تعال للناثر الإنسان يقع في ورطة فينظر يقول لو شف أو شف يا ابني وخف أنا سوف أصلي ألف ركعة وسوف أخرج ألف دولار وسوف أصوم مئة يوم تخف المسألة الولد يخرج سليم معافة إذا يقع في الملعب يلعب وذهب إلى المدرسة وذهب إلى الجامعة والولد ما شاء الله يعني يتقافز كال سبحان الله يعني المهم يعني فيه نشاط دب فيه نشاط سبحان الله يعمل إيه خلاص ينسل إيه النذر الذي نذر يقول يا الله أسأل في دولار دي كثيرة ممكن يا شيخي خليكم سمية هو فرض يعني طيب ممكن الماء تيوم الماء تركع لي تكون عشرين ركع فقط لا حوله ولا قوة النذر ما فرضاه الله عليه لكن عندما نذرته صار فرضا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا عقد بينك وبينا الله واجب أن ايه أن توفيه طالما أن أنت نذرت واجب أن توفي سبحان الله نذرت ركعة ركعة نذرت ذبح بالذبح نذرت توزيع يبقى توزيع نذرت مال يبقى أمال وهكذا وهكذا يبقى إذن هؤلاء الذين أتوا من بعد القرن الثالث وهم خير القرون الثلاثة الأول شهد لهم الرسول بالخيرية أن الواحد يشهد بدون أن يسأله أحد الشهد يخون أو يخون ولا يؤتمن أو يخون وليست عنده أمان ولا عزو بالله وينظر ولا يوفي ينظرون ولا يوفون يعني وذكر ربنا مدح المؤمن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة ليه يوفي بالنذر لأن هذه صفة المؤمن المؤمن وفي سبحان الله أبدا صدع النبي صلى الله عليه وسلم مع سفانة بنت حاتم الطائي لأخوها حاتم رضي الله عنه لما أسلم حاتم كان مهدر دمه وقال رسول صلى الله عليه وسلم رقي حاتم ابن علي الطائفة ليقتل لأنه كان قال شعرا هجى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت سفانة في الأسر فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد خل سبيلي فأنا ابنة أكرم رجل في العرب أنا ابنة الرجل كان الذي يقر الضيفان ويعين الكل ويعين على نوائب الحق قال يا أمة الله والله إن هذه أخلاق المسلمين ولو كان أبوك المسلم لترحمنا عليه خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكالم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكالم الأخلاق دخل في الإسلام وكان من اللحظة الأولى دخوله صحابيا جليلا رضي الله عنه لأن الرسول كان يعني يريد أن يبعث في الأمة إتمام بكالم الأخلاق ومن ضمنها الوفاء فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاوها كذا وصفه شوقي رحمة الله عليه وصف النبي صلى الله عليه قال يا من له الأخلاق ما تهو العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم لشمائل يغرى بهن ويولع العظماء فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة الوفاء سبحان الله لما يعد يوفى علمنا هذا وعلمنا أيضا أن صفات المنافق إذا وعد أخلف إذا حدث كذب إذا أتوا من أخان فهؤلاء القوم الذين يتكلم عنه النبي صلى الله عليه فيهم صفة النفاق يشهدون ولا يستشهدون يخونون ولا يؤتمنون ينظرون ولا يفون ثم قال ويظهروا فيهم السمن يا الله يعني صدقت يا رسول الله الناس للأسف المؤمنين مدعي الإيمان والمسلمين لا يشمنون إلا في رمضان أول رمضان سبعين كيلو آخر رمضان ثمانين كيلو لا إله إلا الله العشاء كيلو جاءت من أين يبني الله من أثر الصيام مع كل هذا الكلام الله الشعوب الإسلامية تستهلك في رمضان ما تستهلكه طوال العام تقريبا وأنك إحصائية تقول أن ما يستهلك في رمضان سبعة عشر ما يستهلك في الشهور الأخرى يا الله أمر فين نصوم متصحوا وفين بحسب ابن آدم له قيمات يقيم بها صلبة وفين كلام الحسن البصري الذي كان يسأله الرجل يقول يا إمام عندنا رجل يأكل في اليوم وجبة واحدة قال هذا من الصديقين الله أكبر فقال و هناك عندنا من يأكل وجبتين قال هذا من المؤمنين طب خير وبركة قال آخر و عندنا من يأكل ثلاثة قال مر أهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه يا الله حسن البصري اعتبر ثلاثة وجبة خطيرة سبحان الله جاءتك فرصة عمرك تأتيك كل عام في هذا الشهر الكريم لتصوم صوم وتصحه و يعني المعدة تهدأ بالا من بعد حركة عنيفة طوال يعني سبحان الله العظيم طوال السنة فتهدأ وتستقر وتصح و سبحان الله العظيم تكون فرصة للتعود على انقص الوازن الكارثة الكبرى الكل يشكو يقول يا أخي والله ما أدري إيه اللي يحصل لنا في رمضان انظر إلى الأسواق في الأواخ الأخيرة من شعبان ثلاثة أربعة أيام الأواخ من شعبان كأنه قدم على المسلمين مجاعة كل واحد ماسك بتاع بضائع وأغذية تكفي للإطعام قبيلة من الأكلة سبحان الله ويستعد لهذا حلو وهذا حامض وهذا كذا وكأننا دخلين فعلا على حرب مع الطعام أو حرب في مجاعة باللي عليك هل هذا هو أسدوب المسلمين في رمضان يكثر فيهم السمن وجدوا أن الدول العربية من أكثر الدول اللي فيها السمن وبالتالي فيها الأمراض الكوليسترول السكري وهذه الأمراض المواكبة والدهون على القلب وبعدين عدم ممارسة الرياضة لطبيعة الجو عندنا فما فيش حد من البيت من أمام البيت في السيارة إلى باب العمل ومن باب العمل إلى البيت لا إله إلا الله لا في حركة لا في حرق سكريات الأغرب من الخيال الأخوات ما شاء الله اللي بينفقوا أضعاف أموال الغذاء في الحمية طب ما كان من الأول شيء لزوم الشيء كان من الواجب من الأول تحتمي قبل أن تدخل في موضوع الحمية يعني ثلث للطعام ثلث للشرب ثلث للنفس مش الثلاثة أثلاث للطعام واشترب منه مكان والنفس ما فيش لا شهيق ولا زفير قضي عليه ما الذي قضى عليك أنت سبحان الله الأخوات ما شاء الله عليهم تريدوا يأكلوا من هذا ومن هذا ومن هذا وهذا حلو وهذا دهون وهذا وفلقة وليه والله أنا أريد شيء من غير سكر إن الله ونريه رجعون أعطوني القهوة لا حول ولا قوة أصلا عمل حمية ورجين والله يا ربنا يحمينا من هؤلاء نسأل الله السلام والله يا مؤمنين هذا ليس ليس النبي صلى الله عليه وسلم ينذر بأن الأقوام دول يظهر فيهم السمن دين على الرفاهية دين على أننا عندنا كل الأنواع ده يقال إن علينا رضي الله عنه كان يأكل مرة من أمامه طبق زيت وطبق خل فعليه يغمس من هذا في تلك فيقول له إذا مان في طعام واحد الرسول يقول له عليه يعني نوعين من الأكل فأكل واحدة على الماء ده سبعة ثمان أنواع والأولاد يقول له كل يوم كذا كل يوم لحم ودجاج وسمك لا حوله ولا ده في ناس يا ابن مش تهي الخبز إحمد الله إحمد الأحسن تزول والله لو لم نشكر نعم الله زالت عننا وقل ما عادت إلينا يعني يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعمة الله عندهم إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليهم فأنا أريد أن أقول أن نتقل له ومن لم يتقل له يعني يضيح في مهاود الضلال سبحان الله نتقل له ونشكر الله على نعمة ما هذا السمن الذي انتشر بيننا سبحان الله يعني يكفي أن الإنسان يعني يكون صحيح البنية يأكل إيه لما تدري أن الإنسان كم يحتاج من السعرات ويطلع الإخوة الأطباء وعلماء التغذية في رمضان واجب عليك أن تأخذ كذا واجب عليك يعم يقول له واجب عليك الصيام خلاص الله يرضى عنك يا الله وأصلي مش عارف القضية أن اللي ينقص يا أخي الله يرضى عن طالما أنه صحيح البدن يعني يصوم إن شاء الله والصيام بإذن الله ربنا يقول لكن لكن وجب علينا من باب النصيحة أن عند الأذان ساعة الغروب نأكل تمر أو تمرتين نشرب بعض الماء نحرك المعدة ننبه المعدة ننبهها على شر سوف يحيق بها بعد لحظات سوف تفتح عليها أبواب الظلم كله ويلقى إليها بأكبر قمية ممكنة في أقل مدة ممكنة ويجي سحة الترويح لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد يقول له يا الله الشيخ قرأ في الركع الأولى البقرة يا عمي دي كانت الكوثر بس أنت اللي مكنتش بها من قطر الأكل هو مش لازل يركع وليسجد يقوله وقرأ البقرة يا عمي أبدا والله أنت الذي أكلت في بطنك البقرة سبحان الله فتصورت أن السورة القصيرة هذه تحولت بقدرة قدر إلى سورة البقرة يا أخي والله أنا أرى والله أعلم أن يشوف أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عائشة يمر الشهر والشهران والهلال والهلالان ولا يوقف في بيت رسول الله قدر يعني ما فيش طبيق ما كان يعيشكم يا خالة يسألها عروة تقول الأسودان التمر والماء يا الله التمر والماء وكان يطوي أيام الخندق على بطنه حجرا من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم ما تنعم مثل ما تنعمنا وما تنعم الصحابة مثل ما تنعمنا عمر الله يرضى عليه قربوا إليه الماء البارد وضعوا له تم رطب عشان تبرده في الحر فبعدما اقترب أجهش بالبكاء وأبعد كأس الماء عنه ما هذا أمير المؤمنين قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستبتعتم بها يا الله خاف عمر من قيمة الحساب خاف عمر سبحان الله من أن يحاسب على نعمة الماء البارد فماذا نقول نحن لهذه النعم الجليلة التي عندنا فاكهة الشتاء في الصيق والله اللي يحدث لنا العمر زي اللي كان يحدث لمريم عليها السلام قال يا مريم أنه لك كلما دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزق يا مريم أنه لك هذا قال تؤمن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا رب فيعني نحن الآن كمريم ابنة عمران عندنا الخيرات والفاكر طوال السنة والخضروات طوال السنة والخير طوال السنة ونأتي لنسمن ونستشعر ولا نستشعر أن هذا فضل من الله علينا لا داعي للسمن علينا قبل أن ندخل أنفسنا في الحمية خل الوقاية خير من الداعية لا داعي للسمن أصلا والطعام الذي يسمنك لا داعي له لماذا أخف وأعقل لأن الإنسان إذا مرأ معادته قل المخ يبتدي يهتم جدا بمسألة الهضم والإشراف عن مئة الهضم الصعبة المعقدة ويتعطر عن التدبر وعن قراءة القرآن وعن صلاة السنن والنواف التي تقربنا من الله في موسم الطعال ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ألا إن من أصبته نفحة من نفحات الله لن يشقى بعدها أبدا فخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن هكذا دائما أنت صادق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعنا الله وإياكم على حوض الكوثر لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة من حوض الكوثر لا نضمأ بعدها أبدا لا تنسوا من صريح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته